يعني بدي أكتبس كمان مرة الآية ولدنا ثانية لرجاء حي بالقيامة من الأموال إيه الرسالة اللي قرأتها في البداية الرسالة اللي في هاي المرحلة الأخيرة من البرنامج أو الحلقة إنك كيكت تحكي برسالة للمشاهدين نعم خيل حبيب أنا بعرف إنه أنا وإنت كنا بالظلمة الخارجية وإنت ما زلت بالظلمة الخارجية لأن بعد ما اختبرت النور النور هو الحياة فيه كانت الحياة والحياة نور للناس وهيدا النور اللي بيعطيك الرجاء يسوع قال أنا حي وأنتم ستحيون أي الرب لما نيقيمك من قبور خطاياك أنا بدي أقول لك أنت خاطئ أنت عامل خطايا كثيرة تتعطى مخدرات معك عائدة الزنب ضميرك بأنبك في أي خطيه عبرت على حياتك دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطيه هيدا كيف بتم بالولادة الثانية ولدنا ثانية قال له لني قديموس رجل الدين إن كان أحد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت الله لا يرى ملكوت الله فأنت بدك ولادة بالروح القدس لما يولدك بالروح القدس أنت بتصير ابن الرجاء ابن الحياة الأبدية بدي أقول لك خبر صار جدا أنه الرب لما يعطيك الخلاص خي المشاهد وعطاني بشكر الرب بقول هباة الله الخلاص هو هبة من الله أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم بل هو عطية الله كله من الله من السماء ما في شي من الأرض يلي بتاخده من الله هو أبدي مش زمني فأنت لما تولد من فوق صرت ابن الرجاء وصار عندك رجاء لا يفنى لا يتدنس لا يدمحك محفوظ إلك بالسماء ستدخل إلى الأمجاد الأبدية لك المجد يا رب طلع على الشمس قدي فيه عظمه ومجد طلع على الأمر قدي فيه عظمه ومجد طلع على الكون قدي فيه عظمه ومجد أعظم من الكون والكائنات هو مجد الله ستراه بالعين المجردي هلأ بالإيمان لكن حينئذ بالعين المجردي رجع بدي أقول لك أقول له بس هالكلمات بترجيك بترجيك يا إخت العزيزي يا رب يسوع أنا خاطئ مهما كانت خطياك لك الأحدهم إن كانت خطياكم تغطي قمم الجبال نقطة واحدة من دم يسوع تصير بيضاء كالتالي فيسوع بمحكي الخطيات وتصبح ابن السماء وابن الحياة الأبدية هنيعا لك انطلبت الرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر